مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة تحدى اللعبة الدولي الجزائري اسمائي بن نصر إدارة نادي عاصم ميلون بعد مشاركته في اللقاء الأخير الذي جمع محاربية الصحراء ضد المتحب البوركينابي لحساب الجولة الثانية من تصفية كاس العالم للمنطقة الإفريقية حيث أكد التقارير الصعوفية بأن إدارة نادي عاصم ميلون كانت متخوفة من مشاركة اللعب بن نصر في جميع أطوار اللقاء الذي جمع المتحب الجزائري ضد المتحب بوركينافاسو وذلك بعد عودة اللعب من سلسلة إصابات أبعدت عن الميادين لفترة طويلة كما أن إدارة نادي عاصم ميلون كانت متخوفة من تعرض اللعب لإصابة جديدة قد تبعده عن الملعب لفترة أطول كما أكد النخب الوطني جمع بالماضي بأن اللعبة الدولي الجزائري اسمائي بن نصر ضحب بنفسه من أجل محاربية الصحراء وهو الذي كان يعاني من إصابة لثلاث أيام متتالية إلى أن اللعب بن نصر أصر على المشاركة في هذا اللقاء الفاصل والمهم ضد المتحب البوركينافي جادر بالذكر بأنه سبق وأناكت لكم في أحد الفيديوهات السابقة بأن المتحب يتواجد هدف لبعض الاتحادية الإفريقية من أجل عقلته لعدم وصوله للمباراة الفاصلة المؤهلة لنهائية كاس العالم وهو مكان واضحا خلال المباراة الماضية التي جمعت المتحب الجزائري ضد متحب بوركينافاسو وذلك حينما حرم حكم المباراة الجزائر من ركلة الجزائر كانت واضحة كما أن ذات الحكم رافض إشارة بطاقة الحمراء ضد اللاعب البوركينافي بعد تدخل العانيب ضد اللاعب أرامي بن سبعيني سلام